اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات البحرينية السعودية المتجدرة تنمو وتزداد قوة بفضل ما تستند إليه من تاريخ مشترك ووشائج القربة مشيرا إلى سعي البلدين نحو مزيد من التكامل والتعاون المثمر من خلال توسيع أفاق الشراكة في إطار حرصهم المتبادل على المضي قدما في تطوير هذه العلاقات وأشهد سموه بالنموذج المتميز الذي تجسده العلاقات الثنائية بين البلدين في صورة مميزة من التعاون الأخوية الذي يحظى بدعم ورعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله وأعرب سموه عن تقديره للجهود الطيبة التي يبدلها أخوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية في مواصلة تعزيز التعاون الثنائي ودفعه نحو أفاق أوسع لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين وذلك عبر ما يقدمه من دعم مستمر لمختلف مبادرات اللجان المبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم في قصر الإقضابية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزيرة داخلية بالمملكة العربية السعودية بمناسبة زيارته لمملكة البحرين ليترأس الجانب السعودي في اجتماع اللجنة الأمنية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي البحريني وذلك بحضور سموه الشيخ ناصر بن حمداء الخليفة ممثل جلالة الملكي للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمداء الخليفة رئيس مجلس يمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمداء الخليفة ومعالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين حيث نقل إلى سموه تحياته وتقدير خادم الحرمين الشريفين وأخيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية فيما حمله سموه تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين ولي عهده حفظهما الله وأشار سموه إلى الدول الذي تطلع به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين على مختلف الصعود في تعزيز مسارات الأمن والتنمية في المنطقة وخدمة القضايا العربية والإسلامية ودعم العمل الخليجي المشترك مؤكدا أن أوجه التعاون الثنائي بين البحرين والسعودية مستمرة نحو مستويات أكثر تكاملا من التنسيق المشترك بما يعود بالخير على الجميع كما جرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات من جانبه أعرب وزير الداخلية السعودية عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على حرصه المستمر على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك متمنيا لمملكة البحرين دوم التقدم والازدهار هذا وقد أقام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مأدبة عشاء تكريما لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نائف بن عبد العزيز السعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق